المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة عشان خاطر قواعد استباعات التموين وهكذا نستخدمها في قواعد استباعات بتاعت البرامج الاجتماعية كلها فهي شغالة بقى لها اكتر من فترة شغالة بس احنا الشغالين بقى في تنقية والتنقية دي شيء لان ينتهي لان احنا طبعا استلمنا قواعد بيانات السجلات حكومية متقدمة وضعيفة وادة كله واشتغلنا عليها عشان يبقى ندي للبلد معلومة صحيحة في الوقت المناسبة فيما تعلق بكارت التعاملات المالية الموحدة اللي هو ميزة عايزين نعرف ايه جديد؟ اول حمدلله احنا احنا مستقرين على الكارت الموحدة ومستقرين ان احنا لازم بقى فيه كارت مدفعات وكارت خدمات كويس بنشتغل لاتي مع استشاري علامي عشان نشوف هايما الكارت دوت هلا هو كله ميزة ولا ممكن ميزة نضيف لها حاجة تانية عليها عشان خاطر زي البصمة الحيوية للبنيات وان احنا محتاجينها في منظومات كتيرة جد وبرضو هتبع جزء من منظومة بورسعيد ان شاء الله ان شاء الله المرحلة القادمة ان تتاح هذه الخدمة في مكاتب البريد بحيث نخفف من الضغط على مكاتب الشهر العقاري المثقلة بعدد مرتديها ايضا في الخطة ان نحول هذه التجربة الى منصة رقمية بحيث ان المواطن يستطيع ان يدخل بياناته وكل البيانات المتعلقة بالتوكيل قبل توجهه الى الشهر العقاري بحيث انه لا يتوجه الى الشهر العقاري الا فقط للتحقق الموظف من شخصيته وتسليمه التوكيل في عملية لم تستغرط اكثر من دقائق معدودة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة